بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة وبرنامجكم صحتك صروتك خليدي الأول قبل أن يبتد من الحلقة النهاردة لازم أشكر كل الناس اللي خلف الكاميرا لأن عشان البرنامج يطلع بالصور اللي هتشوفوها لأ فيه ناس بتعمل معنا مجود جامل جدا البرنامج تعمل النهاردة عبارة عن ثلاث فقرات الفقرة التالتة هنتكلم وهتبقى المفاجأة اللي احنا تجناها لأسبوع اللي فات هنتكلم عن الصحة النفسية ويمكن لو تفتكروا على الهواء أنا كنت طيفي كنت ناو أدبسه الحقيقة على الهواء لكن أنا دبسته بعد الهواء الفقرة التالية النهاردة هنتكلم عن موضوع أنتو طلبتوه وكل الناس يتكلمت فيه الشعر ومشاكل الشعر وحنقسم الفقرة التالية الحاكتين الوقاية وللاك يعني إزاي أنا أتعامل مع شعري عشان أحافظ على كفاءة شعري وإزاي لو حصل مشكلة في شعري إزاي أتعامل معها والفرق بين البروتين والكرياتين موضوع كبير قوي 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 ويمكن الموضوع بتاع الفقرة التالية النهاردة إحنا من المواضيع الجديدة عندنا في البرنامج الفقرة الأولينية الفقرة التسابتة معنا وهي الكابسولة وعايز أقول رد فعل الناس على الكابسولة حلوة أوي 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 وده شجعنا نحن نستمر دايما في الكابسولة خلينا عشان ما فيش وقت خلينا نرحب بضيف وضيفكم الدكتور محمد راشد استشاري الحساسية والمناعة والمستشاري العلمي لبردان دكتور محمد طبع الفول عليك صباح النور صباح النور دكتور محمد طبع الخير عليك خلينا الأول أشكر بالنياب عنكم الدكتور محمد لأن الدكتور محمد فعلا بيقدم معلومة في كابسولة معلومة بسيطة ولكن بتفرق مع الناس إحنا لو تفتكروا الحلقة الأولية كنا نتكلم على الدواء وإزاي ناشط الدواء وتم إزاي اكتشاف الدواء وخدنا مثال على المضادات الحيوية الفقرة التانية أو الحلقة التانية كنا نتكلم عن إزاي الجسم بيتفاعل أو بيتعامل المضادات الحيوية وكنا ختمنا الحلقة التانية أو الموضوع التاني من الكابسولة إن إحنا إزاي يتم اختيار المضاد الحيوي المناسب للجسم أو هي الكريتيريا أو هي الشروط اللي بتتوفر في المضاد الحيوي عشان أنا أدور المضاد الحيوي ده مضاد الحيوي زيو كفاءة تكون محمد صرفهول عليك سمحة النور إيه الأبرار الحمد لله خلي بالك إحنا في نقلة فصول الأمراض بتزيد وخاصة الأمراض التي تستدعي إن إحنا ناخد مضاد الحيوي صحيح عزين بقى نعرف من حرارك كده إيه الكريتيريا أو إيه الشروط اللي المفهود تكون موجودة في النضاد الحيوي عشان نضاد الحيوي ده كويس هو حضرتك عشان نقول إن مضاد الحيوي ده كويس إحنا إحنا اتطفق إن المضاد الحيوي هو الخاص بعلاج البكتيريا اللي هو مسبب المرض اللي هو البكتيريا وقلنا واتكلمنا زي حضرتك أشارة المرفض بشارة عدي الكلام تاني هنتكلم إن النازم عشان يكون مضاد الحيوي ده كويس لابد إن يكون له تأثير فعال على البكتيريا اللي مسببها للمرض وبأقل تأثيرات على الإنسان طب التأثيرات الإنسان ممكن تكون لها كذا صورة ممكن تكون أعراض جانبية وأعراض جانبية يعني ممكن تأثر على جهاز من الوظائف الحيوي للجسم تأثر على الكابة تأثر على الكالية تأثر على الجهاز التنفسي ممكن تكون لها سمية والسمية دي نتجة ان ممكن مريض ياخد جرعات عالية جدا من المضاد الحيوى وبالتالي ممكن دخله في سكة تانية احنا مش عايزين عشان كده بعض المشهورة ومعروفة انه ياخد كمية كبيرة من الدواء طبعا ده بيعمل اللي بيعلى تركيزه في الدم بالنسبة عالية جدا وبيعمل بلوكينج او بيعمل قفل لكثير من الدوائر الحيوية اللي بيديهم داخل جسم الانسان زي مثلا دور الكريبس اللي هي بسؤولة على التنفس في الخلايا الكلام ده كله كل الكلام ده كله له يعني تأثيرات جانبي من الحاجات اللي نازم نقع لينه مضاد الحيوى ده كويس لابد انه يكون قاتل للبكتريا فيه نوعين قلنا في حاجة اسمها بكتريوسايدة لبكتريوستاتيك قاتل لقى البكتريوسايدة يكون قاتل للبكتريا تاني حاجة يكون النوع التاني اللي هو بيحجم عمل البكتريا بيوقف نشاطه بيوقف تكسره وبيديه يسمح فرصة للجهاز المناعي انه يتعامل مع ذي البكتريا الحاجة الثالثة أنه يكون هذا الدواء أو هذا مضاد الحيوي له قابلية حالي جدعة انتصاص في الجسم يعني انتصاص له قدرة كبيرة على الزوابان يعني فيه أنواع بتدوب في الدهون أو بتدوب في المياه طبعا ولازم نساعد الطبيب المعالج أو الاختصاصي الخاص بالعلاج اللي بيوصف في المضاد الحيوي أنه لازم نلتزب بالتعليمات سواء كان يقولك قبل الأكل اللي هو وظيفة معينة هيعملها أثناء الأكل بقاله وظيفة معينة لها في بعض منها النوع من أنواع الحماية للجسم ذات نفسه أو إذا كان بعض الأكل اللي التزب بهذه التعليمات لابد أن يكون هذا الدواء عشان نعلم أنه هو أفضل لابد أنه بيكون حتى في أقل التركيزات له بيعمل الفاعلية بتاعته لابد أنه ما يكونش لمقاومة يعني البكتيريا ما بتعملوش عاملية مقاومة ودي جزئها يعني هلتطور محمد معلش أستاذ أناك في حاجات فضل خلينا نقول النهاردة الكابسولة هي للمواطن وللطبيب صحيح إحنا 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 لابد لك البنان بتاعنا بتشوفه مواطن عادي صحيح وطبيب صحيح فإحنا النهاردة الكابسولة للتنين صحيح إحنا دورنا هو رفع الوعي الصحي بشكل عام تمام إن إحنا كلنا نبقى على أرضية واحدة إن إحنا كلنا كل حتى يعني المعلومة توصل لكل واحد لأنه زي ما قلنا قبل كده إن المسؤول عن الشخص نفسه هو المسؤول عن نفسه في النهاية لو خاد العلاج بترى غلط ومش فاهمه مش فاهم إزاي يقرأ البرسكريبشن أو إزاي يقرأ الانجريديان بتاعة الدواء عبارة عن إيه تأثيرات إيه شغالة إزاي الشيط الصغيرة اللي بتقع في قلب العلبة لازم يبقى عنده ثقافة اللي هو يبقى عارف عشان يقدر يحمي نفسه وكمان يحمي أولاده نتطفق معك تماما نون المي احنا برضو بقى الجزئية التانية اللي بنخش احنا قلنا أفضل دواء ده أفضل دواء يكون تأثيراته عالية جدا على المسبب للمرض وقال لتأثير وقلنا ما يكونش ما يعملش أثار جانبية ما يعملش سمية ما يعملش حساسية ما يأثرش على النورمال النورمال فلور طب عملية اختيار الدواء دي ذات نفسها بتعتمد على إيه أولا بتعتمد على ان احنا لازم نبص الحالة اللي قدامنا الحالة هل الحالة الحالة تسبح ان هو مثلا عيان واحد في غيبوبة هل ينفع تدي له حاجة عن طريق الفهم طبعا أمر صعب جد فطبعا هلو انجيكشن أو حقا أو أي المكان يبقى لازم الحالة لها دور رقم اثنين لازم بيتحدد هل هند من أصل نباتي من أصل يعني أصل طبيعي يعني الدواء نفسه نوعه الأصل طبيعي سواء كان نباتي أو فطر أو أي مكان أو مخلق دي برضو لازم بتبقى كريتيريا قدامنا دم الطبيب وقدام المريض يبقى عارف هتدي له ده ولا ده ولان الطبيعي بيبقى له يعني تأثيرات معينة limited أو كذا أو كذا أو كبير على حسب المضاد الموصوف أنا بابش الفئة عندي حوالي حوالي حشر فئات من المضادات الحيوية كل فئة من دي بتشتغل بطريقة معينة لها تأثير دي كويس قوي لابد ودي مهمة جدا جدا ونازم نخلي بالنا منها أشوف المجال بتاعه هل هو واسع المجال ولا ضيق المجال واسع المجال يعني بأثر على نسبة كبيرة جدا من البكتيريا أو المايكروبات وبالتالي إلا عدد صغير جدا في حالات خاصة بلستخدمها حاجات تانية ضيق المجال هو برضو معني بحاجات معينة ومن ضمن الحاجات المهمة جدا إحنا النهاردة لما ييجي النهاردة سي مثلا أنت تصف لك علاج معين الدكتورة داك مضاد حق واسع المجال لازم لأ هيغيره قال لك لأ طب خلاص الأمور بدأت تخش في السكة معنا خلاص كفاء الحق لأن التركيز بيعلى في الدم مرة واحدة كذا لأن كل واحد لكر يترى في العملية الامتصاص هيبدأ يغير على إقراس مثلا لابد أن يكون من نفس الفئة ومن نفس المجال عشان ما يحصلش نوع من أنواع الريزيستنت اللي موجود وبرضو حسب الابتصاص يعني هو لأنه طبعا الدواء بيمر برحلة برحلة الدواء ليه رحلة زي حاجة لها رحلة رحلة حياة من أول ما ناخده عن طريق الفم أو أي مكان طريقة الدخول الجسم الفم أو الحقنة أو أهل كان لغاية ما بيحصله ابتصاص في المكان اللي فيه البوشكلة لغاية ما الجسم يتخلص منه سواء عن طريق طبعا الكلة طبعا فيه مرحلة بتتمي فيه اللي هي عملية اللي هو طبعا الدواء معظم الناس بتعتقد أن الدواء لما بياخده بالمادة اللي موجودة دي اللي هي قدام مني دي دلوقتي هو بتبقى بالنفس هذه التركيبة لا ده أول ما بتخش بتروح بيحصل لها عملية بوتاباليزم أو اللي هو القايد أو التحول من صورة لصورة أخرى عشان يحاول يجيب المادة الفعال فلازم احنا الكلام ده كله يبقى عندنا وعي لي من الحاجات لازم احنا عارفين الكلام ده كون نخلي بنا منه لأن 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 دي أصبحت اللي هو بسمول abuse of drug أو اللي هو الاستخدام الخاطئ والاستخدام العشوائي للدواء كل الكلام ده كله بيعمل مقاومة طب المقاومة دي هل المقاومة دي بتبقى على الفرض نفسه اللي هو الواخد العلاج لا المقاومة دي بتبقى رزيسة دي في المجتمع لأننا النهاردة البكتيريا الناس ما بتقدرش يعني أنا بتكلم عن الناس العادية يعني لو ما زينا كده اللي بيسمعونا يعني إيه مقاومة دواء مقاومة بشلك انت يعني أنا باخد دواء بقى جسم خلاص البكتيريا اللي عندي بقيت مقاومة لا ده بتنتقل للمجتمع بتروح لأنواع تاني من البكتيريا لأن المقاومة دي سببها إن ممكن يكون أنا طبيب وصف مضاد حيوي لعلاج بكتيريا معينة طبعا مش 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 راحة على المكان المخصص لا في قلب هذه البكتيريا في بعض الناس بيبقى لعندها حسية من المضاد الحيوية طبعا طبعا حيل إيه رائعك نخلي ده الموضوع الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله نتكلم على حسية الدواء بإذن الله أمور حسية المضاد الحيوية إن شاء الله بإذن الله أنا عايز بس أقول لك على حاجة بجانب أنا بقاعد وقب جانبك بتعلم لا يا باش ما بنخليك ده أنت أستاذ لدك تقلبك المضاد المتعني اسمه صحيتك صروتك صحيتك صروتك يعني إيه يعني أنت النهاردة الثقافة اللي بتديها للناس دي هتنعكس بعد كده الحلقة القصوية بتاعتهم صحيح إن هو لو بيعرف يتعامل مع الدواء والمنضادات الحيوية من نحن نتكلم من المضادات الحيوية بالتأكيد هياخد المكسيموم جين أو النتيجة المرجوة أو النتيجة القصوى بالطريقة الصح وده ينعكس على الحلقة القصوية بالتأكيد إحنا ممكن أقول لحضراتك اللي هي بسموها بفاعلية وكفاءة عالية تمام إحنا الحلقة الجاة إن شاء الله هنتكلم عن الحسية وحنخش بقا في المواضيع in details شوية وبعمق شوية حسية المضادات الحيوية حسية الدواء وأعتقدنا ده موضوعهم جدا الكابسولة بتاعت النهاردة خلصت ولكن إحنا على أمل دائما إن الدكتور محمد راشد كل أسبوع بيحضر لنا كابسولة جديدة دكتور محمد أنا عايز أشكرك على الكابسولة بتاعت النهاردة وعايزك بقى تحضر لي الكابسولة بتاعت الأسبوع الجاي بس أهم حاجة ما تعملش حسية الفقرة الأولية من البرنامج النهاردة خلصت تعالوا بقى نطلع الفاصل ونستعد بقى للشعر وخلي بقى لكم الشعر أنا شعر طويل فعايز أعرف القصة بالزرع فاصل ونوصل